النبكن يا جماعة عشان اتكلمنا عليه وجالي اسئلة كتير جدا 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 عنه فقلت الفقرة دي حعيد كل المعلومات وحجاوب على كل الاسئلة اللي جات ليه النبكن ده او ما يطلق عليه النبكن هو عبارة عن منديل الصفرة اسمه كده منديل الصفرة بيتباع فين يا اميرة بيتباع في الهايبر ماركت الكبيرة مع المناديل في القسم بتاع المناديل هتلاقوا مكتوب عليه منديل صفرة تمام اول حاجة تاني حاجة بيتباع عند المحلات بتاعة مستلزمات البيت اللي بالجملة اللي هما بنجيب من عندهم الفويل والفوم ومش عارف ايه وكده ده بيبقى منديل بس تقيل شوية زي ما انتو شايفين كده وحجمه بالشكل ده طيب زمان قبل ما يطلع موضوع المناديل ده كان فيه فوة الصفرة وبتتاخد تتغسل وترجع ودي موجودة لحد دلوقتي في القتلات وفي بعض المطاعم استخدامهم واحد والنصايح والاتيكات بتاعهم واحد تمام تمام طيب احنا في البيت يا اميرة نجيب ايه انا بفضل نجيب المناديل لانه الفوة بتبقى او المفارش بتبقى محتاجة عناية محتاجة غسيل وفيها بقع وشغلانة طويلة عريضة فطبعا دي بتترمي وخلاص وكان الله بالسر عليهم ومش غالية ولا حاجة ومش صعب ان احنا نجيبها طيب احنا قلنا انها بتتحط على الصفرة عادة تحت المعلقة والسكينة على اليمين او ممكن تلاقوها على الطبق الرئيسي او تحت الاطباق ما بين الاطباق برضو كله صحة كله حلو كله كده اهو اهي ده مكانها ادي المكان الاولاني ادي المكان التاني ودي المكان الاشهر ليها اهو اوكي تمام ماشي استخدمتها بقى اولا اول مبعد بفتح المنزيل وبحطه على رجلي ده مكانه طول ما انا باكل هو على رجلي طيب قمت استأذنت داخل الطويلة ورجعه اشيله وحطه على الكرسي اللي انا قعد عليه ارجع اخده تاني احطه على رجلي خلصت اكل خلاص خلص الموضوع اطبقه واحطه على الطبق بتاع الاكل اللي خلص خلاص الاكل فيه طيب طول ما انا باستخدمه باستخدم الجزء العلوي من المنزيل واقفل عليه عشان ما يبهدليش اللبس امسح فيه ايدي امسح فيه بقي وارجع اقفل على المكان اللي مش نضيف وحطه على رجلي تاني لحد ما خلص ما تسيبوش المكان اللي مش نضيف مكشوف وإلا حتبهدله هدومكم بس كده ده الاتيكات او النصايح بتاعة النبكن او منديل السفرة او مفرش السفرة او فوتة السفرة زي ما انتو عايزين تسموها اشتركوا في القناة